موسيقى موجز السابع تيفي مشاهدنا الكرام أهلا بكم بداية أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة ستة خلال 24 ساعة منصرمة وأوضح المكلف بالأعلام عن أن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا ارتفاع حصلة الإصابات إلى 46.635 حالة وأكد بالفيروس في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى العدد إلى 1565 حالة وفاة تقول بينما تمثلت 240 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة منصرمة ليصل عدد المتعافين إلى 32.985 حالة كما كشف الدكتور جمال فرار عن تواجد 43 شخصا بالعناية المركزة حيث أن الجزائر تمكنت من حرز أو تكتيف عدد الوفيات وإصابة بالكورونا إلى 51 فما فوق وهران 42 فما فوق سكيكدا 21 فما فوق باتنا 20 فما فوق وفي خبر آخر استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون اليوم سفير مملكة هولندا روبرت فان إيميديان وحسب بيان للرئاسة الجمهورية فإن سفير مملكة هولندا أدى زيارة وداع للرئيس تابون بمناسبة انتهاء مهمته في الجزائر وفي نفس السياق حيث كذلك استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون اليوم قاصد الرسولي السعادة مونيسيو ألوشينو روسو الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر بصفته سفيرا لدولة الفاتيكان وفي خبر آخر حدرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم من تساقط أمطار رعضية غزيرة في كل من ولايات الساحلية والشرقية حسب نشرية خاصة أدلت بها مصالح الأرصاد الجوية أقول فإن الكميات الأمطار المتوقعة تصل إلى أربعين مليمتر محليا وأضافت النشرية أن الأمطار ستكون بداية من الثالثة بعد الزوال إلى يوم لتستمر أقول إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال ليوم غد الثلاثاء وأشارت دات المصالح أن الأمطار ستخصص وتكون في الولايات المسيلة برج بوري ريج، سطيف، ميلا، وقصمطينا وبالإضافة إلى ولاية جالمة، أم البواقي، سوغهراس، تبسة، خنشلة، وباتنا وحدرت النشرية تانية لمصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعضية غزيرة على الولايات الساحلية وحسب دات النشرية فإن الأمطار المترقبة بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الغد يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال لغد يوم الثلاثاء أقول وأضافت أن كميات الأمطار المرتقبة ستتعدى 30 مليمترا محليا على مستوى ولاية تيبازا، الجزائر العاصمة، والبوليدا كما كذلك بومرداس، وتزيوزو، البويرة، بجايا، وجيجل، وأسكيكدا وفي خبر آخر أنباء تقول عن أن إعادة فتح مكاتب قناة الجزيرة في الجزائر العاصمة بشكل رسمي بعد إغلاق دام نحو 20 عاما ولم تنفي أو تؤكد قناة الجزيرة التي بتت من قطر هذه الأنباء وهو الأمر ذاته بالنسبة للمصادر الرسمية الجزائرية التي لم تعلق ولم تودلي بأي تصريحات على ما يتم تداوله في ذلك الخصوص إلى هنا مشاهدين نأتي إلى نهاية مجزي نهار اليوم نشكركم على حسن المثابعة والإصغاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر